أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن تنشيت يا رب العالمين تجعله صحب سهلا نتكلم عن المتطابقات المثالثية لصف الأول الثانوي وسوف نرى الفرق بين المتطابقة والمعادلة في المتطابقات نجد أن في المتطابقات نجد أن الطرفي المتساوية يبقى أولا في المتطابقات والمتساوية لا بد أن يتوفر على متساوي ويوجد طرفين أيمن وعيصر على سبيل المثال لو أنها جتا سيتا بتساوي جا سيتا جتا سيتا بتساوي جا سيتا ديت بنجدها ما بيسويش بعضها في كل حالات سيتا على سبيل المثال إذا أنت أخذت سيتا بتساوي خمسة وأربعين أنا عندي جتا خمسة وأربعين بتساوي واحد على جازر اثنين والجاة خمسة وأربعين بتساوي واحد على جازر اثنين أيضا يبقى إذا جتا سيتا بتساوي جا سيتا في حالة واحدة أو في الحالات المطابقة للخمسة وأربعين أما لو جينا أخذنا سيتا بتساوي ستين وجينا نجيب جتا سيتا جتا ستين يعني جتا ستين ده واحد اثنين جزر ثلاثة جتا ستين بتساوي واحد على اثنين أما جا ستين بتساوي جا ستين بتساوي جزر ثلاثة على اثنين يبقى إذا جتا ستين جتا سيتا عموما بتساوي جا سيتا ديت في بعض حالات في بعض حالات سيتا في بعض قيم أي بعض قيم لسيتا يبقى إذا الجتا سيتا بتساوي جا سيتا دي بنسميها معادلة معادلة وليست متطابقة طيب اما إذا لو خدنا الجتا جتا باي على اثنين ليه تسعين ناقص سيتا بتساوي جا سيتا دي متطابقة ليه لأنه مهما غيرنا من قيمة سيتا العلاقة دي صحيحة لو جبت جتا باي على اثنين وتحط لسيتا أي نوع من الدرجات أو أي قيمة من الدرجات سواء هنا أو هنا حتجد الطرف الأيمن يساوي الأيصر دائما علشان كده بنسمي النوعية دي متطابقة ليه لأن الطرفين متطابقين دائما أما في المعادلة بنجل الطرفين زي ما شفنا في المثال اللي قبل كده إن الطرفين غير متطابقين دائما طيب إذا احنا أخذنا بعض التمارين في هذا الموضوع أو شفنا أمثلة أولا على المتطابقات المثلثية اللي احنا درسناها زي الجتا سيتا دي بتساوي ايه واحد على مين على قا سيتا هذه متطابقة طبعا والأشكال اللي احنا عارفينها كلها اللي هي عبرة عن الجا سيتا بتساوي واحد على قا سيتا أيضا متطابقة وكمان الزا سيتا بتساوي واحد على الزا سيتا والقا بتساوي هكذا دي ما احنا عارفين طيب النوعيات التانية اللي هي الزا سيتا بتساوي ايه الزا مش بتساوي الجا على الجا جا سيتا على جا سيتا دي ايضا متطابقة دي متطابقات دي كلها متطابقات والجا جتا باي على اتنين نقص سيتا زي ما شفنا في المسألة اللي فاتت اللي هي بتساوي ايه جا سيتا ايضا دي متطابقة طيب فيه برضو بعض المتطابقات درسناها بلكده بس احنا ما كناش عرفنا ان هي او ما نواناش انها متطابقات لان احنا ما اتعرضناش الدرس ده الجتا ناقص سيتا كاد بتساوي ايه بتساوي جتا سيتا الجتا ناقص سيتا بتساوي جتا سيتا دي برضو متطابق طيب زيها بقى النسب بتاعتها بتاع ناقص سيتا الجا ناقص سيتا بتساوي ناقص جا سيتا كذلك زا ناقص سيتا بتساوي ناقص زا سيتا وهكذا دي متطابقات الانواع دي طيب فيه كمان انواع دي رسناها اللي هي اسمها متطابقات في صغورس متطابقات في صغورس اللي كانت عبارة عن مسلس الوحدة او دائرة الوحدة يعني دائرة الوحدة اللي كانت بالشكل ده وكنا قلنا السين تربيع زاد صد تربيع بتساوي واحد تربيع السين تربيع اللي هي السين تربيع اللي الجتا تربيع والصاد تربيع اللي هي الجا تربيع شتا ده كان بتسوي ايه واحد جا 8 اللي هو المثلث قائم الزوى ده دي سين وده ساد نجمعهم سين تربيع تربيع بتسوي واحد ده واحد تربيع سين تربيع ز Serbia تصوي واحد تربيع بتسوي واحد تربيع اللي بنحولها ليه نسب مثلث السين هي عبارة عن الجا والصاد اللي هي عبارة عن الجا دي بنسميها متطابقة فيس غرص لان انا استخدمت فيها مسلس فيس غرص عشان ايه نطلعها او نشتقها ومن هذه المتطابقة بنطلع اشكال كتيرة لها فانت لو اسمت على الجا بنقسم على الجا مرة وعلى الجتة مرة تربيع يبقى نقسم على جتة تربيع يبقى جتة تربيع سيتة على جتة تربيع سيتة زائد جا تربيع سيتة على جا تربيع سيتة بتسوى واحد على على ايه بنسم على جتة واحد على جتة تربيع سيتة الجتة على الجتة فالواحد زائد جا على جتة بتسوى الزا وتربيع عشان دي تربيع دي تربيع سيتة بتسوى الواحد على الجتة اللي هي القا تربيع سيتة طب احنا لو اسامنا على الجا انا اسامتها على الجا المعدلة دي لو انا اسامتها على الجا هتديني ايه جا جا تربيع سيتا على جا تربيع سيتا زائد واحد تساوي واحد على جا تربيع سيتا الده اللي جا على الجا اللي هي زطا تربيع سيتا زائد واحد بتساوي واحد على جا اللي هي جا قطا قطا تربية سيت يبقى دي كمان اشتقنا دي واشتقنا دي وهم دول 3 اهم 3 نسب بنطلع منهم بطرق الابدال او الابدال نحن نطلع دي في طرف دي في طرف نطلع جميع الاشكال اللي اقدر استخدمها في الحلو فعلى سبيل المثال نبدأ نحل بعض التمارين نحل بعض التمارين عندنا في الكتاب على سبيل المثال بيقول ضع في ابسط صورة 1 على جا تربية سيت ناقص 1 على زا تربية سيت طب الجاة الزا دي عبارة عن ايه نكتبه 1 على جا تربية ناقص الزا اللي هي عبارة عن جا تربية سيت على جاة نطلع الجاة فوق لان مقام بسط إبقى جاة تربية سيت بتساوي أنا عندي جاة تربية سيت بتساوي ايه ديت هذه الجاة مقام مشترك هنا بقي 1 ناقص جاة جاة تربية سيت نظريت في ساورس او متطابقت في ساورس اللي هي ايه الواحد ناقص جاة تربية سيت بتساوي جاة تربية سيت إبقى المقدر ده من المشتقل يليه الجاة تربية زايد جاة تربية بتساوي واحد إبقى الجاة بتساوي واحد ناقص أو الجاة بتساوي واحد ناقص جاة أو الجاة بتساوي ناقص جاة تربية اللي هي دي هتساوي إبقى جاة تربية سيت على جاة تربية سيت بتساوي واحد بإذن المقدر ده ساوي عندي بيكان بيساوي إيه بيساوي واحد طيب حاجة تانية الجاة باي على اتنين ناقص سيتا في القا اتنين باي ناقص سيتا بتساوي الجا باي على اتنين ناقص سيتا اللي هي ايه جتا اللي هي جتا سيتا في القا في طقاف ربع الرابع وهي عكس الجتا يعني هي مجابة وطقاف ربع رابع بتديني ايضا قا قا سيتا القا اللي هي مين جاتا سيتا القا اللي هي الجتا يبقى واحد على جتا سيتا بتسمده على دي تديني واحد وهكذا نشوف بقية المسائل كمان بيقول لي اسبت ان الجتا يسبت ان الجتا تربية سيتا على واحد زائد جا سيتا بتساوي واحد ناقص جا سيتا بنشوف بقى نحاول طرف الى طرف او شيء زي كده الجا تربية سيتا عبارة عن ايه وان من فيه صورس واحد ناقص جا ناقص جا تربية سيتا على واحد زائد جا سيتا ضد طرف الايام هنتكلم عنه بساوي واحد ناقص جا سيتا في واحد زائد جا سيتا حللتها دي فرق بين المربعين واحد زائد جا سيتا اصبح ده مع دافل واحد بالنتج بساوي واحد ناقص جا سيتا لو ده اتعرف مين الايمن واحد ناقص جا سيتا طيب عايزين نشوف الجا سيتا زائد جا سيتا الكل قس كام اتنين زائد جا سيتا ناقص جا سيتا برضو الكل قس اتنين او زائد جا سيتا جا وجا جا تربيع دي دي جا تربيع لا دي كله تربيع طيب من فكرية هتبقى جا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا زائد اتنين جا سيتا جا سيتا دي القس الاول القس الثاني زائد جا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا ناقص اتنين جا سيتا جا سيتا ده بيساوي دي الايمن بيساوي جا تربيع وجا تربيع طيب الجا تربيع وجا تربيع دي بايه بواحد زائد جا تربيع وجا تربيع دي بايه بواحد برضو زائد اتنين جا في جتا ناقص اتنين جا في جتا بصفر يبقى ده بيساوي اتنين هو عاوز يسبت ان الطرف ده هو بيساوي كام بيساوي اتنين كان يسبت ان الكلام ده بيساوي اتنين يبقى كده بيساوي الطرف الايصر سؤال بعد كده سؤال بعد كده بيقول اسبت صحة المتطابقة قال واحد ناقص زاطة تربيع سيتا على واحد زائد زاطة تربيع سيتا بيساوي اتنين جا تربيع سيتا انا اسوح بنعمل ايه بنقول واحد الزاطة عبارة عن جا على جا جا تربيع سيتا على جا تربيع سيتا ده بيساوي هناخد الجا مقام مشترك في البسط يبقى جا تربيع سيتا بقي هنا ايه واحد هنا جا تربيع سيتا تقسم ده على الواحد فجا تربيع تبرو في الواحد تجد جا تربيع ده على الادفة الواحد في جا تربيع يبقى ناقص جا تربيع سيتا المقام نفس الكلام جا تربيع سيتا تقسمه على الواحد فجا تربيع تقرب في الواحد بجا تربيع سيتا زائد عفال واحد في الجا بجا تربيع سيتا يروح المقام ده مع المقام ده في الواحد بيساوي ده جا تربيع جا تربيع اللي هي في صغرص بواحد يبقى اصبح مباقي عندنا جا تربيع سيتا ناقص جا تربيع سيتا وده اصبح واحد على واحد فال واحد يبقى بنقسم على واحد فال واحد طيب ده بيساوي ايه ده بيساوي جا تربيع زي ما هي ناقص الجا تا دي مش هي عبارة عن واحد ناقص جا تربيع اللي بتاع في صورس ناقص وافتح قص كده ده واحد ناقص جا تربيع سيتا جا تربيع زي ما هي بيساوي جا تربيع سيتا ناقص واحد زي ما هي تربيع سيتا بيساوي جا وجا اتنين تربيع سيتا ناقص واحد ده اللي هو الطرف الايصر اهو بيقول اسبت ان هو بتسوي اتنين جا تربيع سيتا ناقص واحد اهو اتنين جا تربيع سيتا ناقص واحد كده اخدنا بعض التمرين اللي هي في المعاصر هناخد بقى نحل التمرين في الكتاب اي من العلاقات الاتية تمثل معادلة وايها تمثل متطابقة الجا تربيع سيتا بسوي جازة 3 على 2 دي طبعا معادلة لان جازة 3 على 2 دي لزاوية واحدة لو انت غيرت لو حطيت سيتا دي بخمسة واربين يعني مسلا مش هتيت جازة 3 على 2 نبني دي معادلة طيب جا سيتا برضو معادلة لان دي لزاوية واحدة جا سليب سيتا بسوي جاتة سيتا اه دي متطابقة لجميع دي بتبقى لجميع لو انت حطيت سيتا هنا او هنا هتديك نفس الكلام الجاة سالب سيتا بتسوي جاة سيتا على طو طب الجاة باي ناقص سيتا بتسوي جاة سيتا دي بر متطابقة جاة باي على اتنين ناقص سيتا جاة سيتا متطابقة ليه لان بتغير سيتا في الطرفين بتدي نفس التساوي الايمن هو نفسه الايمن مهما طيب اما دي اللي زاوية واحدة في حالة واحدة بس. مزغطها سيتا بتساوي سالب واحد على جاز التلاتة دي معادلة. دي متطابقة. دي برضو يا متطابقة. دي معادلة. لا دي اللي هي متطابقة مين? متطابقة في صغر. ديت معادلة. لان دي بتحقق لزاوية واحدة. اه سؤال التانية اختاري اللي يجابها صحيح بين اللي يجابات المطاق. سيتا قطاء زا قطاء الزا اللي يجي على جتا. في القطاء واحد على جا. يبدي بتساوي واحدة على جا جتا اللي هي بتساوي قا واحدة على كده بساوي قا سيتا. زا سيتا زا سيتا على قا سيتا في ابسط صورة يساوي. زا زا سيتا في زا زا على قا سيتا برضو بنفس الطريقة هتبقى جا على جتا في جتا على جا على قا ده بواحد يبساوي واحد على قا بتساوي جتا. جا سيتا جتا جا في جتا في زا الجا في الجتا في الزا اللي هي جا على جتا هتروح الجتا مع الجتا هتدي جا في جتا في جا في جا بتجا تربيتها جا تربيع. جا تربيع. واحدنا جا تربيع لو واحدنا قس جتا تربيع بتساوي واحدنا قس جتا تربيع اللي هي جا تربيع. واحدنا قس جتا جاتا تربيع اللي هي جا تربيع جا على جتا جتا على جا في الزا تربيع جتا تربيع هتيبقى إيه لقى تربيع اللي هي واحدة على جتا نقص الزطة اللي هي جاة على جتا ده على نعمل هنا أحسن إلقى تربيع تربيع ليه إيه واحد على جتا تربيع نقص الزطة اللي هي جاة تربيع على جتا تربيع على جاة تربيع جاة جتا ليه بواحد جاة وجتا بواحد بدأ بيساوي الجاة والجتا الجتا والجتا دي جتا تربيع سيتا مشترك ببقى واحد نقص جاة تربيع سيتا واحد نقص جاة تربيع ليه جتا تربيع سيتا على جتا تربيع سيتا بتسوح إذن ده كله بسوح وضعناه دهوات في أبسط صورة بسوح